آيات متشابهة إلا لنعلم من يتبع الرسول وليعلم الذين نافقوا وقيلهم تعالوا وقاتلوا في السبيل ظاهرها إيش أن الله فعل هذا لكي يعلم إذن هو لا يعلم قبل أن تظهر النتيجة هذا إلحاد في الفهم طبعاً ميل عن السواد الإلحاد هو الميل ميل عن جدة السواد لماذا طيب؟ لأن دائماً المتشابه يرد إلى ماذا؟ المحكم حتى عقلاً المتشابه يرد إلى المحكم يعني في عنا طريقنا أو دوسترات طويلة وعندنا بنيات الطريق اللي بدخل بنية هكو بتيه ماذا يفعل؟ يعود إلى الجدة بتدله أول مخرج يقول آه هذا مخرج مش هذا كذلك المحكم المتشابه ففي عنا تشابه في صفات إلا أكيد كثير من الصفات الإلهية فيها تشابه فنردها إيش؟ إلى المحكم فالعلماء الآن إلا لنعلم هل يمكن أن يكون مجازاً والمراد منه المراد منه إلا لنظهر علمنا لكي نبرز علمنا بمعنى ونقيم حجتنا نعم بدليل أن آيات أخرى كما قلنا ذكرت صبق التقدير وصبق الكتابة وفي آية في صوت الأنعام ذكرت فعلا أنه يعلم ما لن يكون لو كان كيف كان سيكون ومن ضمن ما لن يكون الرجع إلى الدنيا ما فيش عنا حياتين إحنا إيه؟ يعني تكليفيتين هي حياء واحد هذه حيات تكليف فمش حنرجع ولا ما صحيح؟ الله إيش قال؟ قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون إذن هو يعلم ما لن يكون لو كان كيف كان سيكون إذن يجب أن نعتقد هذا هذا يكفي فيها بالقدر أنه يعلم يعلم ما تفعله والقرآن قال هذا إيه؟ فعلك ونسبه إليك في باب الخيور وفي باب الشرور ولا ما الصحيح فاكتفي بهذا وقول نعم أنا أصدق الله في أن ما ينسب إليه هو فعلي ما تدخليش في الأعماق الفلسفية الآن وإيش أصل هذا الفعل ومن شأ الإرادة عندي طب هل إرادتي مفعولة له أو مفعولة لي طب إن كانت مفعولة لي فهو ليس خلق كل شيء ودخل في الدوق الكبير هذه المزقة الأمة على فكرة هذه المزقة الأمة هذا من نشأ لقى بما التكلف والله ما كلفك إيه أن تؤمن بهذه الأشياء والمصطحية فعشان ما نطولش نتخش في كذا